أهلاً أحبائنا مشاهدينا من جبل صهيون الذي يطل على جبل الزيتون نواصل حديثنا عن يسوع المسيح طبعاً جاء رجال الدين إلى يحنى المعمدان اللي كان يعمد عند الأردن وسألوا أأنت المسيح أقر يحنى المعمدان واعترف أنه ليس المسيح فسألوا فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح وهنا أعلن عن المسيح يأتي بعدي الذي كان قبلي يتكلم عن وجود المسيح السابق هو يعمدكم بالروح القدس والنار فيحنى أقر واعترف أن يسوع هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم اعترف يحنى أن يسوع هو ابن الله اعترف يحنى بأزلية المسيح واعترف وأقر أنه غير مستحق حتى أن يحل سيور حذاء يسوع إلى المسيح طبعاً التلاميذ اللي دعاهم الرب يسوع المسيح التعبيرات الأولى اللي كانوا بيتكلموا فيها قد وجدنا مسيح قد وجدنا مسيح وهذا كان كافي لبعض التلاميذ أنه يؤمنوا أن يسوع هو المسيح الذي تفسيره طبعاً المسيح عندما تقابل المسيح مع المرأة السامرية أعرف ماضيها واجتذبها إلى نعمته قالت هذه العبارة أنا أعلم أن مسيح الذي يقال له المسيح سيأتي ومتى جاء ذاك هو يخبرنا بكل شيء أجاب يسوع وقال لها أنا الذي أكلمك هو هو تركت الجرة وركدت إلى المدينة قائلة هلما أخبركم إنسان قال لي كل ما فعلت ألعلى هذا هو المسيح ألعلى هذا هو المسيح اجتذب كل منطقة السامرة أو المدينة أو الضيعة اللي كانت ساكن فيها وجاءوا إلى يسوع ويسوع مكث عندهم يمين آمنوا وطبعاً قالوا هذا العبارة المسيح مخلص العالم فكل من اختبر يسوع اختبر إنه يسوع هو المسيح المسيح مخلص العالم وهذه طبعاً القرار اللي وصلوا من خلال إيمانهم بالرب يسوع المسيح مرة تانية في خدمة يسوع المسيح سألوا يسوع حتى متى إلى متى تعلق أنفسنا حتى متى إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهراً قل لنا علناً يعني حكي لنا بكل صراحة أنت المسيح ولا لا فقال المسيح طبعاً من خلال أعماله من خلال قدرته من خلال كلامه من خلال كماله من خلال حياته واضح إنه كان هو المسيح حتى الناس وصلت إلى هذا الاستنتاج لعل المسيح متى جاء يعمل آيات أكثر من هذه التي عملها هذا المسيح أعلن عن نفسه أنه هو المسيح والذين تبعوا يسوع أعلنوا أنه هو المسيح 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 أحبائي أعلن أمام الكل أنه هو المسيح روح الرب علي لأنه مسحني مسحة إلهية من فوق حتى تلميذ أعلنوا عن يسوع المسيح يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه فإذا نشوف كل هذه الاختبارات وكل هذه الكلمات تعبر عن يسوع المسيح واحدة من أعجب الأمور التي حدثت يحنى المعمدان اللي أقر أنه ليس المسيح واتكلم عن المسيح كان موجود في السجن فبعت تلميذ ليسوع وكان السؤال أأنت هو أم ننتظر آخر يعني أنت هو المسيح احكينا لأنه يمكن ما كانش مدرك كل الصورة أنه فكر أن المسيح يخلص ويطيح الرمان ويبتد المملكة فقال يسوع لتلميذ يحنى اذهبا واخبرا يحنى العمي يبصرون وهذا كان دليل كافي دليل ساطع وافي كافي شافي ليحنى المعمدان أنه اللي سأل عنه هو فعلا يسوع المسيح يسوع المسيح العمي يبصرون وهذه طبعا اختبار المؤمنين ينبغي أن يختبروا المسيح فشاول الترسوس كان يقاوم الكنيسة وكان يتطهد الكنيسة وطبعا لأنه كان لا يؤمن بيسوع أنه المسيح أنه المسية كان بينتظر شخص آخر ولكن عندما تقابل مع الرب المقام مع الرب يسوع على الطريق إلى دمشق قال له يسوع بحسب أعمال رسل ستة وعشرين قم على رجليك من أجل هذا انتخبتك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقزا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور هذه اختصاص المسيح فتح العيون هو التأكيد أن يسوع هو المسيح لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين ترجمة نانسي قنقر